اهلا بكم من جديد قال رئيس لجنة العقار والانشاء بغرفة تجارة وصناعة البحرين مناف حمزة ان قطاع العقارات في البلاد يحدث به نمو بارز وملحوظ يستمر عاما بعد عام واضاف حمزة انه من ضمن الاسباب التي ساهمت في الوصول الى هذا المستوى الايجابي تدليل العقبات امام الاستثمار في مشاريع التطوير العقاري وتسهيل الاستثمارات بوجه عام وفي السياق ذاته اشار حمزة الى ان القطاع العقاري في مملكة البحرين يعتبر من احد اهم القطاعات غير النفطية المساهمة في الناتج المحلي الاجمالي بنسبة تبلغ نحو ستة بالمئة ونتابع الآن اسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية اشتركوا في القناة والى فقرة اغلاقات البورصة لنهاية تعقدات هذا اليوم وبورصتنا المحلية كانت مغلقة بمناسبة عطلة عاشراء لعام 2441 للهجرة اما بالنسبة الى اغلاقات بقية البورصات الخليجية فقد سيطرت المؤشرات الاجابية على اغلب الاسهم الخليجية وذلك مع التحسن الذي شهدته بعض الاسواق العالمية وايضا اسعار النفط نبدأ القراءة مع السوق المالية السعودية التي اقفلت بتراجع وكانت الوحيدة المتراجعة في اقفالات اليوم بنسبة 1.12% باقفال عند مستوى 7.965 نقطة بتأثير من تراجع مؤشر قطاع تجزئة الاغذية بشكل رئيسي اما بالنسبة الى مؤشر السوق الاول في بورصة الكويت فكانت رابحة بنسبة 0.14% واقفلت عند مستوى 6424 نقطة حيث شهد قطاع الخدمات المالية ارتفاعا في نهاية تدولات اليوم مؤشر سوق ابو ظبي للأوراق المالية اقفلت بارتفاعه يقارب 14 نقطة مئوية واقفلت عند مستوى 5095 نقطة وسط تقدم غالبية مؤشرات البورصة في تدولات اليوم سوق دبي المالية اقفلت على ارتفاع بنسبة 0.44% واقفلت عند مستوى 2892 نقطة مع صعود قطاع العقارات بشكل رئيسي اخيرا سوق مسقط الوراق المالية اقفلت بارتفاع يزيد عن 13 النقطة المئوية واقفلت عند مستوى 3997 نقطة مع تقدم اغلب مؤشراته في تدولات اليوم اكد الرئيس التنفيذي لشركة ارامكو السعودية امين الناصر ان الشركة النفطية العملاقة جاهزة للاكتتاب العام وتنتظر قرار الحكومة السعودية بموعد ومكان طرح الاسهم وفي تصريحات صحفية على هامش مؤتمر الطاقة في العاصمة الاماراتية ابو ظبي اوضح الناصر انهم جاهزون ولكن الاكتتاب العام قرار حكومي مضيفا ان الطرح الاولي سيكون محليا الى انهم سيكونون ايضا مستعدين لطرح خارجي وتعمل المملكة اكبر مصدر للنفط في العالم على رفع السعار الخام المتقلبة قبل طرح 5% من اسهم شركة ارامكو للاكتتاب العام الاولي في عملية يتوقع ان تكون اكبر طرحا للاسهم في العالم اكدت وزارة السياحة التونسية تجاوز عدد السياح الوافدين على تونس مع نهاية شهر اغسطس الماضي حدود 6 ملايين سائح وتجاوزت عائدات القطاع نحو 1.3 مليار دولار وهذه الارقام تسجل للمرة الاولى اذ لم تسجل السياحة التونسية مثيلا لهذا العائد المالي من قبل وفق تقدير عدد من الخبراء الاقتصاديين وقدرت الزيادة بما يربو عن 46% مقارنة بنتائج الفترة نفسها من السنة الماضية نشرة مستمرة وفيها بعد قليل مؤسس شركة علي بابا يتقاعد في يوم ميلاده الخامس والخمسين بعد تحقيق ثروة بلغت 421 مليار دولار صدقت ملكة بريطانيا إليزابيت بشكل نهائي على تشريع يسعى لمنع رئيس الوزراء بوريس جونسون من إخراج البلاد من الاتحاد الأوروبي يوم 31 من أكتوبر دون التوصل إلى اتفاق والخطوة التي تعرف باسم الموافقة الملكية تعني فعليا موافقة الملكة رسميا على القانون الذي أقره البرلمان الأسبوع الماضي رغم معارضة الحكومة وقال جونسون إنه يفضل الخروج غير الفوضوي وإبرام اتفاق مع الاتحاد الأوروبي من أجل الأعمال التجارية والمزارعين والملايين من الناس العاديين وأكد جونسون سعيه لحل مشكلة الحدود الأيرلندية مشيرا إلى أنه من غير المحتمل التوصل إلى اتفاق بشأن هذه المسألة في الوقت الحالي كشف تقرير لوكلة بلومبرغ الأمريكية عن إجراءات أقتصادية اتخذتها بكين وألقت بظلالها على العالم أجمع وذلك من خلال لجوئها إلى الذهب ومنذ شهر ديسمبر الماضي تضيف الصين كميات هائلة من المعدن النفيس إلى احتياطياتها مما أثر بشكل منحوظ على أسعار الذهب ليرتفع بنسبة 18% منذ بداية العام الجاري ونقلت بلومبرغ عن بنكي الشعب الصيني أن بكين أضافت أكثر من 94 طن من الذهب إلى احتياطياتها منذ ديسمبر الماضي ويعد صعود الذهب الذي يتماشى مع الحرب التجارية الأمريكية الصينية المتصاعدة علامة كبيرة على أن المستثمرين قلقون بشأن حالة الاقتصاد أعلنت شركة صناعة السيارات نيسان أن رئيسها التنفيذي هيروتو سايكاوا سوف يستقيل من منصبه بعد أيام إثراء إقراره بتلقي مدفوعات زائدة مخالفة للوائح الداخلية ويعد الخبر أحدث هزة في الشركة اليابانية التي تعاني فضيحة وانخفاض في الأرباح خلال الفترة الماضية وتمثل استقالة الرئيس التنفيذي مبكرا لرجل كان مكلفا بتصحيح وضع الشركة بعد اعتقال وإقالة رئيسها السابق كارلوس غصن أواخر العام الماضي بتهم تتعلق بسوء السلوك المالي وهو ما ينفيه غصن ونتابع الآن أبرز مؤشرات لأسواق العالمية وأسعار النفط المعادن الغيسية وإلى الخبر الأخير حيث أعلنت شركة علي بابا وأن دانيال زهانج ستولى رئاسة مجلس إدارة الشركة خلفا لمؤسسها جاك ما بعد أن حقق ثروة بلغت 421 مليار دولار في ذكرى ميلاده الخامس والخمسين وقالت شركة التجارة الإلكترونية الصينية في بيان لها إن جاك ما سيوصل عمله رئيسا تنفيذيا لشركة علي بابا على مدى فترة السنة المقبلة ووصف جاك ما مراسم نقل القيادة في الشركة إلى دانيال وفريقه بأنه قرار صحيح وفي الوقت المناسب وشدد ما أنه يخطط للاستمرار في دوره كشريك مؤسس في علي بابا كما أكد على أنه يرغب في العودة إلى التدريس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر